بيبدأ الفيلم في معرض اللي بيع التحف وبيكون فيه ناس بيبيعوا كل الحاجات القديمة بتاعتهم وإهناك بتشوف بنت اسمها كوتون صندوق شكله غريب قوي وبتسأل صاحبته عن الصندوق دوت واللي بتقول لها إن ده اسمه الصندوق الصداقة وده عبارة عن لعبة بيلعبها مجموعة أصدقاء وكل واحد فيهم بيتمنى أمنية والصندوق بيحقق هاله فورا ولكن في مقابل ده الصندوق بيختبر صداقتهم ولو طلعوا أصدقاء كويسين بيعيشوا حياتهم في سعادة أما بقى لو طلعوا أصدقاء مش كويسين فهيخسروا صداقتهم وكمان حياتهم هتنتهي وقتها بتيجي زوزة صاحبة كوتون وبتسألها انت بتعملي إيه هنا فبتتجعل كوتون كلامها وبتكرر تشتري الصندوق وبيروح هم الاتنين يقابلوا صحابهم روب وكورتني وبيعودوا يلعبوا معهم عن مرجحة وبيستمتعوا بوقتهم وبعد شوية بيروحوا لبيت كوتون وبتحطوا قدامهم الصندوق عشان يلعبوا وبتبدأ تشرح لهم قواعد اللعبة وهي انهم هم الأربعة هيحطوا قدهم على الصندوق وهيتمنوا أكتر أمنية نفسهم يحققوها وكل واحد فيهم هيتمنى الأمنية بصوت عالي عشان اللعبة تحققها له بس بعد ما تحققلوا الأمنية هتبدأ تختبر صداقتهم وبتحذرهم ما يكذبوش لأن اللعبة ممكن تكون حقيقة وحد فيهم يموت بجد لكنهم بيرفضوا وبيخافوا يلعبوا اللعبة دي ولكن بتقدر كوتون تقنعهم يلعبوها لأنهم كده كده يتفرقوا ويسفروا كمان شهر بسبب دراستهم في الجامعة وأثناء كلامهم بتكون الكاميرا بتاعت كوتون شغالة وفيه ولد اسمه كايل بيقدر يختارقها وبيشوفهم هم الأربعهم قاعدين وبيحطوا قديهم على الصندوق وبتبدأ كوتون تتمنى أمنيتها وبتقول إن نفسها تعيش في وقع مختلف عن اللي هي عايشة فيه ويفضل الواقع ده يتغير عشان ما تكبرش في السن وبعدها بتتمنى زوزة إن صحابها لو سفروا ما تزعلش عليهم وتنساهم عشان تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي لأنها بتحبهم جدا ولما بيجي الدور على روب بيدحك وبيقول إنها اللعبة سخيفة وبيتمنى إن كل البنات يحبوه ويعجبوا بيه أما كورتني بتتمنى إنها تتقبل في الجامعة اللي هي عايزاها لأن مجموعة في السنوية كان قليل شويتين وبتقول إنها مستحيل تتقبل لأن الجامعة دي مشهورة ومش بتقبل غير الطلبة المتفوقين المهمة تاني يوم بيروحوا حفلة في بيت واحد زميلهم وبتخرج زوزة هي وروب عشان يشموا هوى ويتكلموا مع بعض فبتعترف له زوزة إنها بتحبه وبتقرب منه وبيطلع إن الصندوق حقق لأمنيته لأنه تمنى إن البنات كلها تحبه وقتها بتكون كوتون شايفاهم وبتخرج من الحفلة وهي متضايقة لأنها مرتبطة بروب لكنها مرتبطين في السر وفي طريقة بتشوف كورتني برا الحفلة وهي بتشرب مخدرات وبتتعصب عليها وبتقول لها إنهم صحاب مش كويسين وكل واحد هموا على نفسه بس فبتركب كوتون العربية عشان ترجع للبيت وفجأة بتشوف مرايا واحدة شكلها مرعب وبتقول لها إنها جن وإنها خرجت من صندوق الصداقة عشان تعرفها إن الاختبار خلاص بدأ وفي الصبح بينتشر خبر عن اختفاء كوتون وبيكون فيه ورق متعلق في كل الشوارع وبالصدفة بيشوفه كارل اللي كان مراقي بكوتون وهي بتلعب مع صحابها بصندوق الصداقة وبيشوك إن الصندوق دوت هو السبب في اختفاءها ووقتها بتروح محققة شرطة عشان تحقق مع زوزة وبتسألها لو تعرف أي حاجة عن اختفاء صحبتها كوتون لأن صحابها اللي في الحفلة قال إن كوتون خرجت وهي متضايقة قوي فبتقول لها زوزة إنها ما شافتهاش في الحفلة أصلا وبيبان عليها إنها مش مهتمة أصلا بموضوع اختفاء صحبتها وده معنا إن أمنيتها هيكمان تحققت لأنها تمنت إنها ما تزعلش على صحابها المهم وقتها بتكون كورتني في البيت وبتتصدم لما بتعرف خبر اختفاء كوتون وبتتفاجئ إن جالها جواب من الجامعة وإنها تقابلت فيها فبتستنتج إن الصندوق حقق لها أمنيتها وبتروح تقابل زوزة وبتلاقيها مش مهتمة بموضوع اختفاء صحبتهم كوتون فبتقول لها إن صندوق الصداقة حقق لهم أمنيتهم ولازم يدوروا على صحبتهم كوتون بأي شكل من الأشكال وإلا الصندوق دوت ممكن يموتهم فبتقاطعها زوزة وبتقول لها إنها مش مصدقة الكلام ده كله وبتخمن كده إن كوتون سفرت ألمانيا عند جدتها ولكن كورتني بتكون مش مقتنعة بالكلام دوت لأن لو كوتون سفرت أكيد كانت هتتصل بيهم وتعرفهم فبتتجهل زوزة كلامها وبتسبها وبتمشي وبعد شوية بتسمع كورتني صوت غريب وبتتفاجئ إن كوتون قدامها وبتقول لها صداقتنا انتهت وبتطعنها بسكينة وبتختفي وساعتها بيختفي الجرحة لبطن كورتني وبتفهم إنها كانت بتتخيل وفي نفس الوقت بيكون روب قاعد لوحده وزعلان على اختفاء كوتون وفجأة بيشوفها ماشية في المكان اللي هو موجود فيه وبيروح يجري وراها لحد ما بيلاقيها وقفة قدامه وبتقول له إن صداقتهم انتهت فبيشوف دم على قديه وبيلاقي كوتون اختفت قدامه وبيكون مش فاهم أي حاجة من اللي حصلت فبيخمن الصندوق هو السبب في كل دوت وبيكرر يروح يسرقه من بيت كوتون عشان يوقف المهزلة اللي بتحصل وأول ما بيدخل لقودة كوتون بيكون كارل مرقبه في الكاميرا وبيشوفه وبيسرق الصندوق وفجأة بيلاقي كوتون ظهر له في الفيديو وبتبصله وبتختفي بعدها وبالليل بتروح زوزة لبيت جارتها واللي بتطلب منها التعب مع ابنها لحد ما ترجع للبيت وبتطمين عن ابنها هاتي جدا وطول الوقت قاعد في قط قدام الكمبيوتر وبعدها بتسيبها وبتمشي والمفاجأة ان ابنها ده بيطلع كارل اللي كان بيرقبهم طول الوقت فبتوقت تتفرج على التلفزيون لحد ما بتلاقي الباب بيخبط وبييجي روب وكورتني يعودوا معاها وبيعرفها روب انه جاب الصندوق عشان يلعبوا اللعبة الصداقة وعشان يعرفوا ايه اللي حصل بالزبط لصحبتهم كوتون فبترفض زوزا انها تلعب اللعبة دي مرة تانية ولكن بيصمموا انهم يلعبوها وبيحطوا قديهم هم التلاتة عالصندوق وبيبدأوا يسألوا الصندوق عن مكان كوتون وفجأة بتتعور زوزا وبتوقع نقطة دم على المفرش فبتترعب وبتقوم تخسل المفرش وهي مش فاهمة ازاي الصندوق ده عورها وساعتها بتتكلم كورتني مع روب وبتخترح علي انهم يرموا الصندوق ده ومايلعبوش اللعبة دي مرة تانية ولكن روب بيرفض وبيقول لها انهم لازم يكملوا اللعبة للاخر وإلا ممكن يخسروا حياتهم او يختفوا زي كوتون ولما بترجع لهم زوزا بيتفاجئوا هم التلاتة ان كل واحد ببعط له فيديو عن موبايل وهم بيلعبوا بالصندوق فبيتصدموا وبيكونوا مش عارفين مين اللي بعت لهم الفيديو ده وبعد تفكير بتقول زوزا ان الكارل بن جارتها ممكن يكون هو اللي بعت لهم الفيديو لانه دايما بيختارك الكاميرات وبيتجسس على كل الجران وعشان تتأكب من كلامها بتتفق معاهم انها تخرج كارل من قطه ووالساعتها هيدخل روب عشان يشوف الكمبيوتر بتاعه وفعلا بتروح تتكلم مع كارل وبتاخد شريط فيديو من المكتب بتاعه وبتطلب منه ييجي عشان يوضي يتفرج معاها على التلفزيون ولما بيوافق وبينزل معاها بيتسحب روب وبيدخل لقطه واول ما بيفتح الكمبيوتر بتاعه بيتفاجئ ان كارل مسجل فيديوهات كتيرة او الكوتون وكم رائب قضيتها فبيبص روب وراه وبيلاقي كارل واقف قدامه وبيسأله انت ليه محتفظ بالفيديوهات دي عالكمبيوتر بتاعك وقبل ما يكمل كلامه بيشوف فيديو الكوتون وهي مسكة لعبة وبتتكلم مع شخص مش موجود وفجأة بيلاقي كارل اختفى من جنبه والمفاجأة ان كارل بيكون قاعد بيتفرج على التلفزيون وما تحركش من مكانه اصلا وبيبنن اي دا جن خرج من الصندوق ووقتها بتسمع زوزة الصوت خارج من الصندوق وبتقرب منه عشان تلمسه وقبل ما تعمل كده بيجر وبيتكلم معاها وبيقول لها انه عارف سبب اختفاء كوتون والسبب في كده انها شافتهم في الحفلة مع بعض واكيد زعلت وقتها وقررت تختفي من حياتهم فبتتسدم زوزة وبتفهم انه كان على علاقة بكوتون ومرتبط بيها في السر فبتتخانق معاه لانه ضحك عليها وكان مرتبط بيهم هما الاتنين في السر واسناء كلامهم بتكون كورتني في الحمام بعدما شربت المخدرات وبتحس بعلواسها وبتفضل تصرخ فبيروحوا يتطمنوا عليها وبتقفل زوزة الباب عليهم وبتسألها هي بتصرخ ليه فبتغير كورتني الموضوع وبتعترف لها ان روب ارتبط بيها يا كمان في السر وبيفهموا ان روب استغلهم هما التلاتة وفي اللحظة دي بيلاحظ روب ان كارل واقف في الجنينة وبيبص على حاجة فبيخرج عشان يشوف في ايه وبيتفاجئ ان كوتون ميتة قدامه وفجأة بيلاقي كارل اختفى فبيروح يجري ناحية البيت وبيلاقي الباب مقفول ولاما بينادي على صحابه بيلاقيهم مستمعينه فبيضطر ان يدخل من الشباك ووقتها بيكون صحابه في البيت وبيوصل لهم هما التلاتة فيديو على مبيلاتهم وكل فيديو بيكون مختلف عن التاني وبتكون الفيديوهات داية مبعوطة بعنوان سبب موت كوتون فبتشوف زوزة فيديو لها وهي في الحفلة مع صحابها وبتخرج تتكلم مع كوتون وبتسألها انت رايحة فين فبتقول لها كوتون انها تسافر ومش عاوزة تعرفهم تاني لانهم صحاب مش كويسين وبتواجهها بموضوع خيانتها معروب فبيتخنقهم الاتنين مع بعض وبتضربها زوزة وبالغلط بتتخيبت كوتون في العربية وبتموت وده بيكون اول فيديو لموت كوتون اما تاني فيديو فبيكون له كوتون وانا بتتكلم مع صاحبتها كورتني وبتقول لها انها اخدت كل المخدرات اللي ادتهالها في الحفلة وهتني حياتها والصدمة في اخر فيديو بيكون لروب وبيخلص على كوتون لانه مش بيحبها ومش عاوزها تسافر وقبل ما تموت بتقول ان الصندوق حقق لها كل امنياتها وان الواقع بتاعها كل شوية بيتغير وبتموت بطريقة مختلفة عن التانية وانها نتمنع عشان مرضتش بنصبها وفي الاخر الصندوق ده دمر لها حياتها وده بيفسر ازاي كوتون ماتت 3 مرات وكل شوية الواقع عمال يتغير لانها تمنت من الصندوق ان الواقع يغير لها حياتها وده عشان تفضل عايشة وما تموتش وبسبب تغير الواقع محدش من صاحبها بيكون فاكر اي حاجة من الجريمة اللي هو عملها ولكن روب ما بيكونش فاهم ليه كوتون اصلا بتموت لان محدش تمنى اي امنية فيها موت ووقتها بتشوف زوزة الصندوق وبيلف بسرعة كبيرة جدا وبتفضل تقرب ناحيته وبتسمع صوت خارج منه وبيقولها انهم فشلوا في الاختبار ونهايتهم خلاص قربت وفي اللحظة دي بتكون كوتني قاعدة بتتفرج على فيديو الموت كوتون وهي منهارة وبتسمع صوت روب وبيخبط على الباق فبتروح تفتح له وهي مش فاهمة ازاي خرج من البيت وفجأة بيتعنها بسكينة وبيخلص عليها وبيطلع ان جن الصندوق ولما بيشوف زوزة بيروح وراها عشان يخلص عليها يا كمان وساعتها بتتخيل زوزة صاحبتها كوتون قدامها وبتلمع الامنية اللي هي تمنتها والخبر الصادم ان زوزة كذبت على صحابها لما قالت لهم انها تمنت من الصندوق تنساهم لو بعدوا عنها وفي الحقيقة انها تمنت ان كلهم يموتوا عشان بتحكد عليهم وشايف انهم احسن منها في كل حاجة تقريبا وبسبب امنية كوتون بيتغير الواقع وبترجع بالزمن للوقت اللي كانت هتشتري فيه الصندوق من الست العجوزة وساعتها بترفض انها تشتري الصندوق وبتروح لصحابها اللي بيكونوا لسه عايشين وساعتها بيروح اتنين يتكلموا مع صاحبة الصندوق وبيكرروا انهم يشتروه وبيخلص الفيلم يا ريب بقى لو عجبك تقدر مجهودنا وتعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانيل ومتنساش تتابعنا كمان على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك واشوفكم بقى على خير في فيلم تاني مع الصلاة